نحن الآن في قرية حقلان هذه القرية التي شهدت يوم أمس قصف مستمر من قبل ميليشيات الحوثي المتمركزة أعلى جبل ناصة كما تشاهدون في الصورة الآن جبل ناصة المطل على هذه القرية التي تشهد حصار منذ أكثر من عامين على هذه المنطقة والتي تستخدم الميليشيات فيها أسلوب القنص وكذلك القصف العشوائي كان آخرها أمس الليل حيث استهدفت منازل كما تسمعون الآن أصوات الرصاص من أعلى هذا الجبل على هذه القرية المحاصرة فعلا من كل شيء محاصرة حتى من دخول المواد الغذائية وأيضا في ظل غياب المنظمات العاملة في المجال الإنساني يوم أمس حدثت هنا اشتباكات في الجبهة الشمالية لجبهة مريض اشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي لكن ميليشيا الحوثي لجأت إلى قنص وقصف هذه المنطقة أدى إلى استشهاد المدنيين من بينهم امرأة كانت تسكن في إحدى هذه المنازل إذن تعيش هذه القرية التي تقع في الجهة الغربية من محافظة الضالح حصار منذ اندلاع الحرب وهي واحدة من عدة قرى ممتدة على الجهة الغربية كقرية السوان والرحبة وباقي قرى غرب مريس الذي تشهد حصار في ظل غياب كامل للمنظمات العاملة في المجال الإنساني محمد مريسي قناة بلقيس محافظة الضالح محافظة الضالح محافظة الضالح